إن شاء الله كل التوفيق لكل لعبة النادي الأهلي في موسم جديد بالتالي عايز أتكلم شوي على المباراة المجبلة مباراة أطلع برة في مستهل المشهر الأفريكي هذه المباراة الهامة جدا والتي قد تبدو للبعض أن هي مباراة سهلة بتشوف المباراة دي إزاي طبعا يعني أنا عايز طبعا قبل ما أدخل في المباراة عايزك يعني أركز على كلمة أطلع برة تمام ماشي يعني أخواننا السيدانيين بينطقوها أطلع برة وأنا يعني دورت على أصل الكلمة وبحثتها وليه إعلامين شديدين أصدقائي وسألت على الفريق ده يعني بعض الروايات اللي جات لي أن فرد اطلع برة خلنا نطقها بالمصري يعني إحنا عندنا اطلع برة برة المكاني خالص يعني فأخبرت طبعا ده بقدام كانت في جنوب السودان في جوبة العاصمة حي زي حي العجوزة زي حي عبدين زي الزمالك زي المهندسين يعني حي اسمه منطقة اسمه اطلع برة ليه سموها بالاسم ده المنطقة دي كان فيها مجموعة من الشردين وكان فيها بيخشها بعض الأجانب وبعض الأغراب والبتاع فكانوا لا يقبلون أي حد من خارجه أي حد غريب أي حد غريب فكان على طول الأول ما يجي اطلع برة من هنا بدأ التركيز على هذا المكان حتى أن المكان أخذ هذا الطرد للغرباء والأجانب وأطلقه على المنطقة وبقى عندهم فرقة كورة تم اطلاق اسمه عليها اطلع برة اللي هي هتواجه النادي الأهلي وهو فريق على فكرة له تاريخ وليس فريق جديد ربما لم يلتقي مع فرق مصرية من قبل بالضبط والاسم يبدو كان غريب بالنسبة لنا كمصرية لكن هو فريق له تاريخ طويل وهو بطل الدوري في جنوب السودان ودايما بقول أن لا توجد مباراة سهلة ولا نستهيم بأي فريق ولا يعقل على الإطلاق أن فريق ما كلش مثلا تاريخ طويل في هذه البطولة فنقول أن دي المباراة سهلة للأهلي والأهلي خاص بقى في دور 32 ما حصلش عندما استهلنا بالمنافسين في الكان 2019 ونحن نواجه جنوب أفريقيا وكعبين عالي عليها ولم تكسبنا على الإطلاق في مباراة خسرنا المباراة ووجهة نظر دايما وكل الخبراء الكرة وديت على المتابة كل الخبراء الكرة أن لا يصح أن تقول على أي مباراة أنها مباراة سهلة إلا بعد النهاية لما تنتهي المباراة واتحاق نتيجة كبيرة جدا يبقى أن نقول أن المباراة هذه كانت سهلة للنادي الأهلي لكن مدام الأهلي لم يلعب هذه المباراة فهي مباراة صعبة وصعبة جدا ولا بد أن يتم بسعادلها فالمباراة لا تستهين على إطلاق بأي فريق حتى لو في دول 64 أنت بتكلم الأهلي تاريخ طويل جدا عنده ثمان ألقاب أفريقية بفريق ربما نسمع عنه لأول مرة كمشارك في دور الأبطال لكن كرة القدم لا تعرف إلا الكفاح على الأرض ما عم شوفنا منتخب مدغشقر ليس له أي تاريخ في الكان على الإطلاق يصل لدور الثمانية ويتمن إطاحة فرقة كبيرة جدا كان من منها منتخب مصر والمغرب حاجات كثيرة كده فكرة القدم تحتاج إلى الجهد تحتاج إلى المسابرة تحتاج إلى لعب طويلة 90 دقيقة حتى تحقق هدفك بما أنك لا تعرف هذا الفريق وفريق مجهول بجبالك فعليك أن تحترمه احترما كبير ومؤكد أن النادي أهليه على مزال الجيدان والجهاز الفني يعمل على هذا الأمر فأعتقد أن المباراة هتكون سهلة إلا لو الأهلي أخذها بجدية وقدر يسيطر عليها ويمكن الناس سهلوا الأمور بعض الشيء أن المطشين يتلعبوا هنا في القاهرة وأعتقد أنهم برضو عندهم شطموح كبير جدا أنهم يتجاوزوا أصلا مش قادرين يستضيفوا الأهلي عندهم والأهلي طبعا كان يتمنى أن يلعب في جنوب السودان ويتمنى أن الأهلي يلعب في السودان وجنوب السودان طبعا الأهلي في أي مكان ليه قيمته وليه اسم وليه شعبيته لكن هم اللي فضلوا وهم اللي اختاروا فأهلا بهم يا رب إن شاء الله تطلع ببراه على المستوى بين فريقين من ودي النيل